اتحاد الكرة في لائحته بداية هذا الموسم كان فيه بند بيقول انه ماينفعش اي نادي في مصر يصرف اكتر من الميزانية اللي بيقدمها النادي لاتحاد الكرة مع بداية الموسم يعني ايه مش نسائلها لك انا النادي سين ميزانيتي السنة دي خمسين مليون جنيه ميت مليون جنيه تمام ماينفعش انا بقى كنادي اصرف اكتر من ميزانيتي اللي انا مقدمها يعني مافعش اروح اشتهي لعيبة بقى 300 مليون جنيه ازاي سيكون انت اصلا مزنيتك والحاجات اللي هتكسبها والحاجات اللي هتخرجها هتصفصف على 100 مليون جنيه مثلا يعني ما مش كله ان ده 100 مليون ده في النادي ممكن يبقى ميزانيتك 10 مليون جنيه و5 مليون جنيه فاللي ب5 مليون جنيه ده برضه اللي مقدم ميزانيتي ب5 مليون جنيه ماينفعش يصرف 8 مليون جنيه ده هي ده بقى مربط الفرص ده هي ده الحكاية اولا اولا حسن معلوماتي مفيش عندها قدمت ميزانية اصلا واحد اثنين مفيش نادي حتى لو اللي هيقدم ميزانية او ناوي يقدم ميزانية او قدم ميزانية ورق كده على الفاض يعني مفيش نادي حيلتزم بالميزانية بتاعته ابدا مفيش نادي في مصر بيلتزم طيب وبناء انا علي انت كالتحات كورة هتعمل ايه هتقول للنادي لو سمحت لو صرفت اكتر من ميزانيتك اللي انت مفوت تقدمها لي الليل ما تقدمتش حضرتك هتعاقب باستبعاد من المسابقة باقاف بخصم النقاط باي حاجة ما بيحصل في كل دول العالم دول الكبيرة في اوروبا بيعملوا كده طيب ده لازمته ايه بقى بتقولي يا كريم اولت بتقولي الحاجة دي ليه معنا مش فاهم من قصة فلوس رايحة جاي وبتاعم مش انت اللي مكبرها عشان دي زي ما قلتلك من شوية مربط الفرس لما هتعمل كده النادي مثلا اللي مزانيته او مقدم ميزانية بعشرين تلاتين مقاربعين خمسين مليون جنيه لما ييجي بقى يشتري لاعب لما ييجي يشتري لاعب بتلاتين مليون جنيه هيحصل له مشكلة لانه بقى فضله عشرين مليون جنيه بس المفهودي يدعم بها بقى الفريق كله فيقول لا انا مش هشتري لاعب بتلاتين مليون جنيه انا مش هشتري غير اللاعب اللي تمن وخمسة ستة سبعة مليون جنيه عشان انا عرف اشتري سبع تمن لعيبة فحيحصل ايه هيحصل ايه ركز معايا ورا وقلم كده وكتب ورايا عشان ده كلام مهم حلو ورا وقلم دي بتاعت البرامج الطبخ حلو برضو برامج الطبخ دي بحاجة اتفرج عليه خمسة سبعة مليون جنيه هشتري بيهم اللاعب هيحصل هبوط في اسعار اللاعبين تلقائيا عند كل الاندية فاللاعب اللي بياخد تلاتين اربعين مليون جنيه في السنة ولا النادي اللي بيبيع لنادي في مصر لاعب بتلاتين اربعين مليون جنيه في السنة هيلاقي النادي اللي جنبه ما بيشتريش بتلاتين اربعين مليون هيقوله انت اخرج خمسة مليون جنيه انا معيش انا من زنية بتاعتي مش هتجيب كل الاندية بقى طب ايه الحل الحل بتاعه هيبقى مضطر يعيني اسفا يسيب اللاعب بتاعه يطلع في اوروب تركز معايا لما هتزبط السوق بتاعك الماركت بتاع اللاعبين ده بشروط وتحديد ميزانيات الأندية وانه ما يسلفش أكتر منها فالأرقام بتاعت اللاعب اللي احنا منسمعها هداية اللي هي على الفاضي وعالمليان ما لهاش قيمة يعني يعني اللاعب لا يساوي هذه القيمة أبدا لاعب عادي أو جيد بس 38-40 مليون جنيه ليه؟ عشان ما هي الميزانية مفتوحة نصرف زي ما أنا عايز وهي سباق كل ليلة منخش لكن لما هقولك مش هتصرف أكتر من الميزانية بتاعتك هتروح تعرض على النادي التادي ده عشان تشتري منه اللاعب خمسة مليون جنيه فالنادي ده يكون جاي له نادي تاني في أوروبا عايز اللاعب بعشرين مليون جنيه فيقولك إيه؟ لا خلاص هبيعون النادي اللي في أوروبا لا حسن احنا هنستفيد إيه؟ هنستفيد إيه؟ بجانب ان احنا نزمط السوق الغريب اللي احنا عايشين فيه بتاع الكرة في مصر وبيع وشراء اللاعبين هتستفيد إن الأندية هتضطر تبيع اللاعيبة في أوروبا طيب وده اللي بيحصل في كودفار وفي السنغال وفي نيجيريا وفي كل الدول الأفريقية الأندية ما بتصرفش الفلوس دي كلها فالأندية في نيجيريا بدل ما هيبيعها لبعض لا طلع بره طلع بره طلع بره طلع بره هنا هتعرف تخلي اللاعبة تحترف وتجبل الأندية بشكل غير مباشر إنه سيبوا لعبتهم تطلع في أوروبا